بسم الله الرحمن الرحيم عزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في خدمة دروس عنوان درسنا اليوم هو ضرب عدد من ثلاثة أرقام في عدد من رقم واحد للصف الرابع الابتدائي وسيقدم محدثكم الأستاذ عبد العزيز آلم عدي سنتعلم اليوم بإذن الله ضرب عدد من ثلاثة أرقام في عدد من رقم واحد ولنبدأ بهذا التمهيد قرأ صالح كتابا عن آلة صنع أقلام الرصاص إذا علم صالح أن هذه الآلة تنتج 132 قلما في الدقيقة الواحدة فكم قلما تنتجه في خمس دقائق كيف نعرف عدد الأقلام في الخمس دقائق العملية عبارة عن تكرار فتنتج في الدقيقة الأولى 132 قلما وفي الدقيقة الثانية 132 قلما وفي الثالثة نفس العدد والرابعة والخامسة إذن عندنا 132 مكررة خمس مرات لذلك كما تعلمنا سابقا أن الضرب هو عبارة عن تكرار الجمع لذلك فإن طريقة معرفة كم تنتج الآلة في خمس دقائق عبارة عن ضرب خمسة خمس دقائق في 132 قلما أعداد الأقلام في الدقيقة الواحدة وقبل أن نجيب نوجد الناتج التقديري لكي نتحقق من معقولية الجواب الذي سوف نصل إليه نقدر الناتج عن طريق التقريب لاحظ معي خمسة ضرب نريد أن نجعل هذا العدد سهلا لكي يجاب عنه مباشرة بطريقة بديهية خمسة ضرب 132 تصبح خمسة ضرب 100 وهذا ما تعلمنا سابقا في التقدير وخمسة ضرب 100 تساوي 500 الآن نبدأ بإيجاد ناتج الضرب الفعلي خمسة ضرب 132 نبدأ بالخطوات الخطوة الأولى أضرب الأحد ولآن يتبين الطالب الذكي كم خطوة لدينا ما رأيكم كم خطوة لدينا نعم لدينا ثلاث خطوات أضرب في الأحد الخطوة الأولى الخطوة الثانية أضرب في العشرات الخطوة الثالثة أضرب في المئات نبدأ ونكتب العدد بهذه الطريقة نكتب العدد الصغير أو العدد الذي مكون من رقم 1 في الأسفل والذي مكون من ثلاثة أرقام في الأعلى ونلاحظ أن المنازل مرتبة لا بد من ترتيب المنازل وكما ستشاهدون سيكون الحل مرتبا بإذن الله نبدأ بالضرب في الأحد خمسة ضرب 2 خمسة ضرب 2 عبارة عن خمسة ضرب 2 أحد تعطينا 10 أحد إذن الجواب 10 صفر والواحد ينتقل إلى منزلة العشرات صفر وباليد واحد الآن ننتقل للخطوة الثانية أضرب في العشرات خمسة ضرب 3 كم تساوي خمسة ضرب 3 ما رأيكم خمسة ضرب 3 عبارة عن خمسة عشر عشرة خمسة ضرب 3 خمسة عشر عشرة الآن أجمع خمسة عشر عشرات زائد واحد عشرات تساوي ستة عشر عشرة وكما تشاهدون خمسة ضرب 3 خمسة عشر زائد واحد ستة عشر هذه هي الخطوة الثانية الخطوة الثالثة أضرب في المئات خمسة ضرب 1 يساوي 500 نجمع الآن 500 و 1 وهي الواحد التي نقلنا من منزلة العشرات 5 زايد 1 يساوي 6 إذن 5 ضرب 1 يساوي 5 زايد 1 يساوي 6 عن طريق ذلك عرفنا أن الآلة تنتج في 5 دقائق 666 قلما لنتأكد بمعقولية الجواب لاحظ معي أنا ناتج الضرب 660 قريب من التقدير والتقدير 500 إذن الإجابة معقولة أحسنتم و بارك الله فيكم الآن لنبدأ بحل الأمثلة نبدأ بمثال واحد في هذا المثال نريد إيجاد ناتج 375 ضرب 5 ما رأيكم كيف نبدأ؟ نعم أحسنتم نبدأ بضرب الخمسة ضرب خمسة خمسة ضرب خمسة وهي في منزلة الأحاد معناها خمسة أحاد ضرب خمسة أحاد تساوي 25 أحادا 25 أحاد عبارة عن 5 أحاد و 12 5 و 20 5 و 20 إذن الجواب إذن الجواب 5 و 20 2 في العشرات الآن ننتقل الخطوط الثانية كما تعلمنا قبل قليل نضرب في العشرات 5 ضرب 7 كم تساوي 5 عشرات ضرب 7 عشرات تساوي 35 عشرات ونقوم بالجمع الأخيرة وهي ضرب المئات 5 ضرب ثلاثة تساوي 15 إذن المئات عندنا 15 مئات 15 ولدينا هنا ثلاثة نجمع المئات 15 مئات زائد 300 تساوي 18 مئات والثمانية عشر مئات عبارة عن 801 ألوف إذن نكتب الثمانية عشر هنا وكما تلاحظون 801 ألوف لنقرأ الناتج الناتج هو 1875 إذن ناتج ضرب 375 في 5 يساوي 1875 أحسنتم وبارك الله فيكم الآن نقوم بحل هذه التمارين تمارين واحد أوجد الناتج فيما يلي 395 ضرب ثلاثة عفوا 295 295 ضرب ثلاثة نبدأ أولا بمنزلة الأحاد طبعا نضرب الثلاثة في الأحاد ثم في العشرات ثم في المئات ثلاثة ضرب خمسة تساوي 15 ثلاثة ضرب خمسة تساوي 15 كما تعلمنا قبل قليل ننتقل الآن إلى العشرات ثلاثة ضرب تسعة الطالب الذكي هو الذي يحفظ جدول الضرب بطريقة صحيحة لكي يجيب بشراء ثلاثة ضرب تسعة تساوي 27 27 زائد واحد تساوي 28 28 28 أحسنتم أحسنتم مبارك الله فيكم الآن ننتقل إلى منزلة المئات لاحظ معي قبل أن نبدأ في حل المئات المنازل لدي مرتبة كما تشاهدون عمود الأحاد وهنا عمود العشرات وأخيرا عمود المئات ننتقل الآن إلى عمود المئات ثلاثة ضرب اثنين ثلاثة ضرب اثنين تساوي ستة زائد اثنين كم تساوي؟ تساوي ثمانية الآن لنقرأ الناتج الناتج يساوي ثمانمائة وخمسة وثمانون إذا الناتج عملية ضرب مئتان وخمسة وتسعون ضرب ثلاثة تساوي ثمانمائة وخمسة وثمانون أحسنتم وبارك الله فيكم الآن لننتقل إلى تمرين اثنين في تمرين اثنين نريد إيجاد ناتج ضرب ثلاثمائة وثلاثة عشر ضرب تسعة كيف نجيب على هذا السؤال؟ نقوم أولا بضرب تسعة ضرب ثلاثة ثم تسعة ضرب واحد ثم تسعة ضرب ثلاثة لاحظوا معي تسعة ضرب ثلاثة تسعة ضرب عشرة تسعة ضرب ثلاثمائة نبدأ بالتسعة تسعة ضرب ثلاثة تساوي سبعا وعشرين ننتقل الآن إلى منزلة العشرات تسعة ضرب واحد يساوي تسعة زايد اثنين يساوي أحد عشر جميل جدا الآن ننتقل إلى منزلة المئات تسعة ضرب ثلاثة يساوي سبعا وعشرين زايد واحد يساوي ثمان وعشرين لنقرأ الناتج الناتج الفين وثمانمائة وسبعة عشر إذن ثلاثمائة وثلاثة عشر ضرب تسعة يساوي الفين وثمانمائة وسبعة عشر أحسنتم مبارك الله فيكم الآن لننتقل إلى تدريب ثلاثة في هذا التدريب نريد إيجاد ناتج ستمائة وثمانين واربعين ضرب سبعة وكما قلنا قبل قليل وفي كل مرة نضرب الأحد في الأحد سبعة ضرب ثمانية تساوي ستا وخمسين الطالب الذكي هو الذي يحفظ جدول الضرب ويجيب بسرعة سبعة ضرب ثمانية يساوي ستا وخمسين ننتقل الآن إلى منزلة العشرات سبعة ضرب أربعة تساوي كم تساوي؟ فكر معي من يجيب؟ أحسنتم يساوي ثمانين وعشرين ثمانين وعشرين زائد خمسة نضيف على ثمانية وعشرين خمسة لكي نجد الناتج الجواب ثلاثة وثلاثين الجواب ثلاثة وثلاثين إذن سبعة ضرب أربعة ثمانية وعشرين زائد خمسة ثمانية وعشرين تسا وعشرين تسا وعشرين طيب فرضا أنني نسيت كم تساوي سبعة ضرب ستة كيف أتذكرها بطريقة سريعة؟ من المعلوم أن ستة ضرب ستة من أسهل تمارين ضرب وتساوي ستة وثلاثين ستة ضرب ستة يساوي ستة وثلاثين لكي نوجد ستة ضرب سبعة نضيف على ستة وثلاثين ستة فكأنه بدل الست ستات أصبح لدينا سبع ستات نضيف ستة على ستة وثلاثين فتصبح اثنان وأربعين اثنان وأربعين زائد ثلاثة تساوي خمسة وأربعين إذن الجواب أربعة آلاف وخمسمائة وستة وثلاثين ناتج ضرب ستمائة وثمانية واربعين ضرب سبعة يساوي أربعة آلاف وخمسمائة وستة وثلاثين أحسنتم وبارك الله فيكم الآن نقوم بحل هذا المثال التقويمي هذا المثال فيه فكرة دعونا نقرأ سويا إذا علمت أن مربع يساوي سبعة إذن الرمز المربع يساوي سبعة فأوجد مربع ضرب أربعمائة وواحد واربعين هذا يذكرني بجداول الدوال كيف نستبدل الرمز بالعدد إذن نكتبها بشكل عملية ضرب رأسية لاحظ معي أن مربع ضرب أربعمائة وواحد واربعين نستبدل المربع بالعدد سبعة لماذا؟ لأن المربع يساوي سبعة كما هنا المربع يساوي سبعة إذن الجواب سبعة ضرب أربعمائة وواحد واربعين نبدأ كما تعلمنا قبل قليل سبعة ضرب واحد يساوي سبعة ثم سبعة ضرب أربعة يساوي ثمانين وعشرين وأخيرا سبعة ضرب أربعة مرة أخرى يساوي ثمانين وعشرين زائد الثلاثين يساوي ثلاثين إذن الجواب ثلاثة آلاف وسبعا وثمانين إجابة أربعمائة وواحد واربعين ضرب سبعة هي ثلاثة آلاف وسبعا وثمانين أحسنتم مبارك الله فيكم تعلمنا اليوم ضرب عدد من ثلاثة أرقام في عدد من رقم واحد وقلنا أن ضرب عدد من ثلاثة أرقام في عدد من رقم واحد له ثلاث خطوات للثلاثة أرقام أحد عشرات مئات الخطوة الأولى أضرب الأحد لاحظ معي خمسة ضرب اثنين يساوي عشرة ثم الخطوة الثانية أضرب العشرات خمسة ضرب ثلاثة يساوي خمسة عشر زائد واحد يساوي ستة عشر وأخيرا نضرب المئات خمسة ضرب واحد مئات أي خمسة ضرب 100 يساوي خمسمائة أو خمسة خمسة ضرب واحد يساوي خمسة زائد واحد يساوي ستة إذن أجواب ستمائة وستين إذن ناتج ضرب 132 ضرب خمسة يساوي ستمائة وستون وفي الختام نشكركم على حسن الإنصات ونتمنى لكم التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا